فنان أحمد عزة أنت كان يعني لك حظ كبير أنك تشتغل حتى وإنت طفل صغير مع عمالقة في التمثيل الأعمال اللي شاركت فيها أعمال كبيرة والحقيقة بعد ما رجعت كمان شاركت في أعمال كبيرة لو بنكلم عن مسلسل زي الاختيار الاختيار واحد أنت كمان موجود في الاختيار ثلاثة قلت لنا كده قبل الهوى ومسلسل أبو العروسة إيه اللي فرق بعد سنين الاختفاء والبعد عن الوسط الفني سواء في شكل التمثيل شكل تنفيذ الأعمال الدرامية أكيد الدنيا تغيرت كتير أوي ده الدنيا الراحت في حقيقة الدنيا خالص أكيد بصي إحنا كنا زمان دايما كل شغلنا كان في بلاتوزة زي ده وبنصور بثلاث كاميرات وبنشوط المشهد مرة واحدة ولو ولدنا في حاجة بنسمع في التوكباك الكيوب بتاعنا فبنكمل وبنخلص مشهدنا على كده يعني أنما دلوقتي عدسات عدسة واخدها الواسعة وبعد كده غير عدسات عشان ياخد الدايق والتالي أنت مضطرة أنك تعمل المشهد مرة واثنين وثلاثة بنفس الأداء عشان ركور تصويرك وراكور حركتك وراكور مش عارفه فهيجي حد يقولك لا أصلا أنت في اللونج كنت رفع إيدك كده وانت بتكلم فبالتالي أنت مركزة قوي فهو الموضوع فعلا بقى مرهق محتاج تركيز أكثر ومحتاج تفاصيل كتير وأنا يمكن يعني اللي ساعدني يعني أنا لما رجعت من خلال في 2019 كان عملت قيد عائلي أستاذ تامر حمزة وهنا كنت رس بكمل بقول ابني الصغير قال لي يا بابا ما ترجع بقى أنت ليه يعني الناس كلها عارفهاك وفيه الناس عارفهاك وحي كده فكلمت أستاذ تامر حمزة لأنه صديقي من أيام عمرون دلعاص يعني المستاذ الرجل الأخدار فقلت له إيه بقى فيه أمل ولا أمل ماتت ولا إيه ولا عنامي طب عشيتنا دي بس فقال لي والله تعالى دا أنا عندي لك مشهد كويس جدا عزيم فلما عملت المشهد ما أفقد عائلي وكان مشهد محوري قوي ربنا يبارك له يعني قطر خيره فطبعا لقيته بيقول لي دا أنت أكنك وانت بتمثل إمبارا يعني ما فرقتش معاك السنوات إيه قدرت توقف قدام الكاميرا وتأدي طبعا جوايا يعني يا رعب طبعا يعني في اللحظة دي جواتي شو تخيلها أدل كمية بص أنا في الوسية كنت خلاص دخلت في قصة الإدراك دي كويس قوي بس مش أكدب عليك يعني إنما قبل كده طبعا لأ وفي نفس الوقت سنوات البعد دي كلها بتخليك اللي هو أنت خايف أنت لسه بتعرف أصلا أنا بتعرفش عشان كده أنا دخلت ورش يعني أنا يعني أنا في 2002 لما رجيت أرجع دخلت ورشة مع أستاذ خالد جلال أنا دفعت بيومي فؤاد وانضال الشفعي وسامح حسين وإيمان السيد دول كنا دفعتنا دفعتنا في مركز الإبداع تمام؟ بعد كده أنا اضطرت أن أنا أبعد وبعد كده لما رجعت تاني دخلت ورش تاني لأن الواحد بيدور دايما أنه يتعلم يعني الواحد كل مهنا في جديد كل مهنا في جديد صح أكيد الأداء التمثيلي يعني دلوقتي يبقى رايح لنحية الطبيعية أكتر مش التمثيل التمثيل بص هي بقى الحرفانة أنك تعرفت اللي عبيها ما بين أنه يبقى طبيعي والناس تحسوا طبيعي بس يكون بسيط تحسوا طبيعي بذبتي كده